هل تريد سؤال حاجة على بيب جورديور؟ دوافع النهاردة طبعاً هنتكلم عن مشروع ريال مدريد وحتى لو يعني جماهيره طبعاً تقول لك لا يعمل بطلقة بتاعتنا لو لا قدر لم يخدو الشامبينز ديك كالعادة السنة دي انه في تأكيد هقولك على عناصرك يعني يتهدو شوية بس سيب لقو ما لغيرك في شواهد كتير على انه حتى لو ده حصل المشروع ماشي في نجاح تام ريال مدريد هيسيطر برضو على الكورة في السنة اللي جاية لكن لما ريال مدريد كان قراره يجيب العراب الكبير انشلوتي ده كان قرار طبعاً ليه خبراته في شامبينز ديك وقنصه للبطولة مع اكتر من نادي. عن ناحية التانية جورديولوي بيخش كمدير فني هو كمان ليدا وافع هو كمدير فني مش بس للفريق كريم. رغم عبقريت جورديولا والناس بتكلم على انه يعني جورديولا العبقري وهو يعني ان لم يكن احسن مدربين في العالم دلوقتي لكن ارقامه مدرب بالحجم ده وبالاستمرارية دي في دور انجليزي وانه بيكسب البطولة الاقوى تقريباً كل سنة مع المنافسة دي وصل لسامي فاينال كتير اه وصل لكن ارقامه تبينك انه حتى هو السنة دي داخل نفسي انا عايزي غير الارقام دي. هو درب الفرق كلها دربة وصل بيها تسعة مرات سامي فاينال تلت مرات كسب وخسر ستة كريم. النهاردة المباراة العشرة تعادل هنزود واحدة لو في ملف تاني تبقى البوكس الرابع وتعادل الوحيد اللي هو النهاردة الى ان تحسب المباراة. اكتر مدير فاني في التاريخ يا اسر واشكا اكتر كوتش في التاريخ كان جوزي مولينيو كان جوزي مولينيو في الخسارة الستة فبالتالي انت النهاردة مع اسم جورديولا لا الارقام ضعيفة جدا انك تخسر ستة وتكسب ثلاثة والنهاردة تعادل فبالتالي دوافع قبل المباراة كان قاله السنفات لانه انت قليل ما بتخش شامبيس ديك انه مشنري المدريد بيقعوا قدامي فبالتالي حتى يعني الدوافع بتاع تلعيبه انت شوف تصريحات من رودري وغيره منوع احنا عايزين نكسب الفريق اللي طلعنا السنفات هو كمان كمدير فاني يا كريم اعتقد انه مهم جدا لي انه يعد مرحلة السامي فاينال ويوصل للفاينال خاصة على حساب رايا المدريد. عظيم